خلي نشوف حلول الأسئلة اللي حليتوها للسؤالين اللي صالفنا عليها والسؤال الأول هذا أمامنا وخلي نكبر الصورة لتطبيق الحل هنا الفرق المسافة بين بؤرتين الواقعتين على محور الصينات تساوي ثمانية إذن هنا قل لي ثنيا سي تساوي ثمانية إذن سي تساوي أربعة مجيد جداً إذن هنا تنتمي إلى أكس أكسس مجموعة ولي محوره تساوي ستعاش يعني اثنين أي زائد اثنين بي تساوي ستعاش قسم على اثنين صارت عنده أي زائد بي تساوي ثمانية واختصر خطوة قال آني مباشرة أريد أحول البي إذن الأي تساوي ثمانية ناقص بي إذن هذه اعتبرها معادلة رقم واحد وحلال مشاكل معادلة رقم اثنين إذن أعوض المكان الأي ثمانية ناقص بي ثمانية ناقص بي لكل تربيع يساوي بي تربيع زائد ستعاش مربح الدانية أربعة وستين ناقص اثنين في الأول في الثاني اللي هو ستعاش بي زائد مربح الحد الثاني بتربيع يساوي بتربيع زائد ستعاش نفسه بي تربيع يمنى بي تربيع يسرى صفر هسه صارت عندي معادلة من الدرجة الاولى ولحل اي معادلة من الدرجة الاولى اجعل المتغيرات بطرف والتوابط بطرف انت مخير تريد السالب 16 بي تبقى هنا والاربع وستين تحول الى الطرف الاخر 16 ناقص 64 سالب 48 او تقول 16 بي تساوي 48 مباشرة يعني معناها البي تساوي ثلاثة تريد تعوضها معادلة رقم واحد تريد تعوضها معادلة رقم اثنين كل الطرق تؤدي الى المية اذا الاي تساوي خمسة كتبت قانون السينات وعوضت تعويض مباشر اذا الحل نموذجي جدا وبالامتحان تاخد عليها درجة كاملة اذا هنا سؤال الالفين وستة الـ 2C تساوي اطنعاش اذا معناها الـ C تساوي ستة تنتمي الى محور السينات طبعا هنا من اقول تنتمي الى محور السينات يعني هو شنو قصدك بها هي مو السي تنتمي الى محور السينات القيمة النقطة اللي تحمل السي يعني معناها تقصد البؤرة اذا البؤرة تنتمي الى محور السينات اذا 2A ناقص 2B تساوي اربعة هو ده يقول لي الفرق بين طول اي محوري قسمت على 2 حولت الى الطرف الاخر اذا الاي تساوي 2 زائد بي شوف هذه ترى السوي لك مشاكل هذه الاقواس السوي لك مشاكل هس هنا اني نظري يعني نسبيا ضعيف وهذه ده اشوفها 12 زائد بي بالامتحان اشوفها 12 زائد بي وراح اطيك عليها غلط فاريدك هنا الكتابة اللي تكتبها واضح جدا يقراها اللي لابس نظارة واللي بلا نظارة ما يصير اشتباه اذا هذا القوس ما الى معنى هس الاي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع حوضتها جيد جدا اربعة زائد اربعة بي زائد بي تربيع بي تربيع زائد 36 بي تربيع يمنى بي تربيع يسرى 32 36 ناقص اربعة هو 32 اذا معناها البي تساوي ثمانية الاي تساوي عشرة واسه هذا الحل راح اطيك عليها تسعة ونص من عشرة السبب لان مكاتب لي قانون معادلة القطع الناقص المفروض تكتب لي اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع يسائي واحد وبعدها نتعوض حتى تستحق الدرجة الكاملة وتجيك عشرة من عشرة بالامتحان منو عند مداخلة على هذه الحلين شنو الاخطاء اللي صارت عدكم اثناء الحل اذا ما عدكم مشاكل اذا ان شاء الله اتغلبتوا على حل الاسئلة خليه السا نشوف السؤال الاخر ورح يجينا هسه خطار يعني احيانا احنا عدنا الفصل الثاني مكون من الثلاث قطع مكافئ قطع ناقص قطع زائد مني جيني سؤال كوكتيل قطوع يعني قطع ناقص وقطع مكافئ قطع ناقص وقطع مكافئ وقطع زائد وهكذا من عادات العرب هو الترحيب بالضيف هسه انت عندك اخوك قاعد وياك بالبيت ويومية 24 عركة تصير ببيناتكم وكلات وبعدين تصالحون وابن عمك مثلا صال لك سنة ما شايفه وبعدين اندقت الباب لقيت اخوك وابن عمك زين بيمن اترحب بالبداية اكيد راح اترحب بابن عمك اذا هنا باعتباره هو ضيف فمن عادات العرب ومن اصول العرب هو الترحيب بالضيف هسه مني يقول لي بالسؤال جد معادلة القطع الناقص يعني معناها ابو البيت هو القطع الناقص اذا هنا ابو البيت هو القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرته بؤرة المكافئ اذا القطع المكافئ جاينا خطار هسه اول شيء راحب بالقطع المكافئ يا قطع مكافئ اهلا وسهلا بيك يتفضل القطع المكافئ اتغدي شربه شاي ووراها تقول لي اتفضل شنو حاشتك يقول لك جايب لك ويايا صوغة صوغة هذه اريدك السلمها الى فلان اريدك السلمها الى فلان الصوغة شنو هي البؤرة يقول هذه البؤرة اللي راح نحسبها الس اما يقول سلمها للأي او يقول سلمها للبي او يقول سلمها للس هو بكيفه جد معادلة القطع الناقص الذي احدى بؤرته بؤرة المكافئ يعني راح نجي الرحب بالضيف اللي هو القطع المكافئ راح اقول لي ي تربيع تساوي 12 اكس المن يشبه يشبه الواي تربيع تساوي اربعة بي اكس اذا معناها راح يصير الاربعة بي تساوي 12 يعني معناها راح يصير البي تساوي 3 هذا ما المن ما القطع المكافئ اذا شنو بؤرة القطع المكافئ هذا القانون ما المن هذا قطع مكافئ بؤرته تقع على محور السينات الموجب اذا هنا راح اجي اقول البؤرة 3 صفر اذا هذه هي بؤرة القطع المكافئ ازيان هسا القطع المكافئ اتغده شرب شايدة يريد يروح فقال يا ابا هذه العلاقة اريد هذه العلاقة بيها بؤرة اريد السلموها المن السلموها الى السي السلموها الى بؤرة القطع المكافئ حسا بعد شوية راح نجي ناخد السؤال يقول لك الذي احدى بؤرته جد معادلة القطع الناقص الذي احدى بؤرته او عفوا احد رأسيه هو بؤرة القطع المكافئ جد معادلة القطع الناقص الذي احد رأسيه بؤرة القطع المكافئ يعني القطع المكافئ يقول يا معودين هاكم البؤرة اريد السلموها للأي لأنه دا يقول لي أحد رأسي وبعديا راح يقول لي الذي أحد تطبيه بؤرة القطع المكافئ يعني هذه بؤرة القطع المكافئ أريد تططوها للبي يعني مو دائما البؤرة تساوي بؤرة مو دائما هذه الحالة إذن بهذا السؤال دا يقول لي إحدى بؤرتين بؤرة القطع المكافئ إذن هنا راح أقول القطع الناقص وحدة من البؤرتين هي 30 بالتأكيد البؤرة الثانية سالب 30 راح أقول موجب سالب 30 هذه شنو إذن هذه تمثل بؤرتين القطع الناقص والبؤرة شا أخذ منها أخذ منها قيمة C إذن هنا راح أقول C تساوي 3 يفضل أن نترشبها ورح أقول هنا البؤرة تنتمي المن البؤرة تنتمي إلى محور السينات راح القطع المكافئ هسا رح نرجع للقطع الناقص داي يقول لي وطول محوره الصغير عشر وحدات يعني شنو معناها يعني معناها الاثنين بي تساوي عشرة إذن بي تساوي خمسة صار عندي السي معلومة البي معلومة هلا المشاكل يعني أي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع يعني معناها خمسة وعشرين زائد تسعة ويساوي أربعة وثلاثين إذن شنو المعادلة اكتب قانون السينات وعوض إذن أكس تربيع على أربعة وثلاثين زائد وي تربيع على خمسة وعشرين يساوي واحد شنو عندك سؤال تفضل اسأل منو كان رافع يدي قبل شوية ها نسأل عبالي حل السؤال إزيان هسا يلا ولا يهمك هسا هنا أريدك تحلي هذا السؤال هسا يجد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وفورتين بقرة المكافئ يلا فصخ للقطع المكافئ القطع المكافئ ويتر بيه تساوي 12x إذن ويتر بيه تساوي 12x شنو بقرة القطع المكافئ 3-0 3-0 إذن هذي ش راح أكتب عليها إذن هذي راح أكتب عليها بقرة القطع المكافئ قطع المكافئ السي تساوي 3 نتر تشبه ورح أقول إذن الافوان افتو أو حتى لو أقول الافوان كمشكلة تنتمي إلى محور السينات السينات المعلومة الثانية والفي منطنيها اربعة اثنين فيه تساوي ثمانية تقسيم اثنين فيه تساوي أربعة إذن الاثنين بي تساوي ثمانية يعني معناها البي تساوي أربعة صار عندك البي معلومة والسي معلومة تجي تحسب الاي أطلع الاي اربعة الاثنين ورح أصير عندك خمسة وعشرين الاي تربية وبعدين اتعوض تعويض مباشر إذن التكملة رح تكون سهلة ورح أصير اكسر بي على خمسة وعشرين زائد واي تربية على ستعاش يساوي واحد زيان هس هنا منو يحللنا هذا السؤال منو يحللنا هذا السؤال بعد الباقين يلا علي سلام نعم سلام نعم أول شي نجي المعادل نقضع المقافل يعني معناها أكسر بي على تساوي 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 16 واي المن تشبه أكسر بي على تساوي أربعة في واي أربعة في واي زيان يعني معناها يؤدي إلى أربعة بي تساوي 16 البي تساوي أربعة إذن أربعة بي تساوي 16 يعني معناها البي تساوي أربعة زيان البؤرة شنوه البؤرة استاذية صفر وأربعة إذن صفر أربعة إذن هذه شاقول عليها إذن هذه لحد الآن بؤرة القطع المكافل زيان إذن رح يصير صفر موجب سالب أربعة هذي شنوه هاي استاذ بؤرة القطع الناقص إذن هذه رح أقول عليها بؤرتها بؤرتين القطع الناقص يعني معناها رح يصير عندي السي تساوي أربعة زيان نترشبها والبؤرة تنتمي المن القطع الناقص أعروف يا محور استاذ محور الصادات إذن محور الصادات إذن هنا رح أقول تنتمي إلى واي أكسس خش واي أكسس زيان بعد كمل استغال طول محور الكبير يساوينا 12 يعني 2A يساوي 12 إذن رح يصير عندي 2A تساوي 12 يعني معناها الآي يشغل A تساوي 6 الآي تساوي 6 زيان عندك أي وعندك C أي استاذ حلال مشاكل طابق التساذ نقول أي تربيع يساوي B تربيع زاد C تربيع إذن B تربيع زاد C تربيع يلا حوض رح يصير 36 يساوي تساوينا B تربيع زاد 16 زاد 16 يعني معناها البي تربيع يساوينا 20 إذن البي تربيع تساوي 20 وبعدها نكتب المعادلة هذه المعادلة موجودة قدامك إذن هنا هذا ما يخص السؤال إذا كان مباشر جدا طبعا كل ذن الأسئلة اللي ده ناقشها لازم تكون موجودة عندك بالدفتر كل الأسئلة لازم موجودة بالدفتر وإن شاء الله بس يتكمل المحاضرة يساوي لها المونتاج وأبثها على التليجرام رح أجزلكم الرابط أستاذ نعم أستاذ هالإسلام موجودة بملزمة الوزاريات موجودة شوفي هنا أي سؤال بالملزمة ما الشروحات ناطقية بدون حال يعني الحل موجودة ملزمة الوزاريات نعم أستاذ بعد جواب روح ملزمة الوزاريات شوف الخطأ ماتتك وين صار إذا شفت الخطأ ومعرفت هذا وين صار رح تناقش يا علي بالمحاضرة الوراها وإن شاء الله ما يبقعدنا في الشيء مفاهمين إذن هذا السؤال أريد هنا رح أختار طالب ونناقش السؤال سوى ونريد نسمع علي عدي تسمعني علي حيدر ميتم نعم أستاذ أزيان هس هنا دي أقول لك جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وأحد سيه بؤرة المكافئ أريدك سترحب بالضيف أستاذ ماذا الضيف لو حاليا لدينا قطع المكافئ الضيف يلا Y تربيع يساوي 20X إذن إحنا هنا في الرياضيات نفصق الضيف طريقة الترحيب هو عملية تفسيخ يلا ما يحي يصير عندي Y تربيع تساوي 4PX 4PX يلا إذن معناها 4P يساوي 4P يساوي 20 P تساوي 5 إذن معناها P تساوي 5 اللي يقدر يحلي السؤال قبلنا خليه يحل بدفترة زين P تساوي 5 يعني البؤرة شرح يصير عندي هسا فيعني البؤرة رح يصير F تساوي الخمسة صفر خمسة صفر إذن هذي شرح أكتبها إذن هذي رح أجي أكتب عليها بؤرة القطع المكافئ زين هسا هنا الطانة صوغة المن رح نسلمها هاي الصوغة أستاذ هاي الصوغة نسلمها للقطع الناقص أعرف المن القطع الناقص ثلاث نفرات شمرها من الشباج لون سلم هل سلمها للسي شلون أسلمها للسي ديقرأ السؤال ديقرأ السؤال ديقرأ السؤال وأحد شنو أستاذ نقطة الأصل هي الذي مركزه نقطة الأصل وأحد رأسيه إذن هذي هاي إحنا معار بها قبل هنا ضمير متصل بمحل جر بالإضافة تعود إلى القطع الناقص وأحد رأسيه بؤرة القطع المكافئ يعني هذه البؤرة اللي من نسلمها للأي لها بالضوط نسلمها للرئيس اللي هو الأي يعني هسه هنا من راح أقول موجب سالب خمسة صفر هادي شراح أكتب مقابيلها أستاذ هاي نكتب مقابيلها بثواني نكتب القطع الكبير لا 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 راح أجيه أكتب برأسي القطع الناقص سؤاليا ثلاث أسئلة القبلها قلت بؤرتين القطع الناقص زيان الرأس شا أخذ منها قيمة منه أستاذ الرأس هاخذ من عدة بثوان أستاذ الاثنان هو شكاتب النسبة طول محوره الصغير عوف 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 بعدني ما راح إلى المرحلة الثانية الرأس شي مثل قيمة منه أي بيل سيل د أي 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 إذن هنا راح أجول الأي تساوي خمسة شوف تر هو يعرف يحل بس ما يعرف يرتب إذن هنا أي تساوي خمسة راح نجي نتر شبه زيان ما طول الأي تقع على محور السينات يعني معناها البؤرتين وين صير الأفوان أف تو علي يا محور مثلا أستاذ السينات أستاذ محور الأي أكس و على السينات على السينات إذن هذه البؤرتين على محور السينات لأننا اتفقنا مرارا وتكرارا جن دائما الأي والسي يقعان على نفس المحور والبي يقع على المحور الآخر دائما الأي والسي أصدقاء ما يتفارقون والبي دائما يضوجون من عنده يقع على المحور الآخر زيان شكرا إليك حيدر يلا عبد الرحمن هستهنا حيدر فصخنا القطع المكافئ رحبنا بالضيف بطريقة الخاصة وسحب من عنده البؤرة والبؤرة وداها للرأس للقطع الناقص وقل لنا الأي تساوي خمسة والبؤرة على السينات زيان دا يقول لي والنسبة بين طول محوره الصغير إلى البعد بين بؤرتين كلمة نسبة بالرياضيات معناها القسمة ما قبل الإله يكون بسط وما بعد الإله يكون مقام يعني تقدر تفسري هذا الحكي يعني شنو إذن معناها رح يصير 2B على 2C إذن هذه تساوي 4 على 3 أختصر 2 ويا 2 إذن رح يصير B على C يساوي 4 على 3 كمل شنو لدي يخطر بالك وسط يساوي طرفين يعني رح يصير عندي 4C تساوي 3B زيان إذن أريد أستخرج معادلة رقم 1 شو رح يقول تابع ما نقسم على 4 ما نقسم على 3 إذن معناها رح أقسم على 4 أنا يعجبني أقسم على 4 إذن C تساوي 3B على 4 هذي معادلة رقم 1 مزيان منو معادلة رقم 2 شميدريك أستاذ لان هي وقفة عندنا المعادلة هسا مو دائما المعادلة من توقف الروح الحلال مشاكل أكو ملاحظة خذناها قبل شوية قلنا شوكت ما وقفة المعادلة بدلالة 2 وكان ثالث هم معلوم فرقم 2 حلال مشاكل يعني هسا هنا صارت المعادلة بدلالة C والB وكان لأي معلوم إذن حلال مشاكل في دنيا ولكن هنا لو مكان لأي معلوم لو كان C معلوم لو كان C تساوي 5 أعوض مكان C 5 أستخرج قيمة 2 مسألة إذن هسا هنا رح نروح الحلال مشاكل حلال مشاكل يقول أي تربيع تساوي B تربيع زائد C تربيع طبعا هنا بالمناسبة علميا ما كو شي يسمح حلال مشاكل هاي يسموه علاقة رئيسية لكن إحنا لسهولة اللفظ قانون عام إذن قانون عام إذن هنا لسهولة اللفظ نسميه حلال مشاكل إذن يلا تفضل عوض نعاوض لأي تربيع عندنا خمسة يعني صار خمسة وعشرين خمسة وعشرين نعم يساوي يساوي ال B تربيع ما عندي بي تربيع بقيتها بعد هو زيان السي هو ثلاثة بي على أربعة شنو تربيع يعني يعني صار تسعة بي تربيع على ستعاش ربعت البص وربعت المقام إذن صار تسعة بي تربيع على ستعاش زيان أحمد هيدر نعم ستر زيان مبين عليك اليوم ضايد شو اي ستر مي ضايد السهنان هاي المعادلة مي ضايد ستر تاباني ما يغالب ما يغالب مي ضايد ما يغالب السعوف الإقراية وصلنا إلى هذ المعادلة ليوصل هايش معادلة يضوج ما يضايج سي أنت سي قلت لك أنا مي ضايد سعوف الإقراية أحنا دنحشي عن رياليات حمودي إذن ما يضايج من المقام من المقام ستعاش إذا ضايجين من ستعاش نقسم عليه نقسم على ستعاش نقسم له نظره في ستعاش نضرب نضرب ١٦ إذا إذا قسم على ١٦ تعرف الهوژة نحن نتعاول إلى كيابة لازم تروح الطبيب نفسي إذا هنا نضرب ١٦ حتى تروح الهوژة إذا أنا رح أضرب ١٦ إيش رح يصير عندي هنا ٢٥٠ في ١٦ ١٦ ٢٥ لازم حساب عرب كل ٤٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٠ حساب عرب ٤٦ ٤٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٤٠ ٢٠ ١٥ ٢٠ ١ ٥ ٧ ٢ ٢ ٢ ِ ٢ ٰ ١ ١ ٢ فقط حمودي معادلة القطع الناقص تنتهي إذا علم الأي وعلم البي وعلمت موقع البؤرة زيان البؤرة تقع على محور السيناء والبي تربيع 16 والأي تساوي 5 بحش أساوي بها السي إذن مباشرة إذن معناها رح يصير X تربيع على أي تربيع زائد Y تربيع على B تربيع يساوي واحد يعني معناها المعادلة لاش رح يصير عندي X تربيع على A تربيع على A تربيع على A تربيع خمسة وعشرين يعني تربيعها خمسة وعشرين 25 Y تربيع على B تربيع على B اللي 16 تربيعها يعني معناها 16 يساوي واحد إذن هذه تمثل معادلة القطع الناقص شكرا إليك وإن شاء الله راح تضوجها منو عنده سؤال عبد الرحمن شنو سؤالك ساد لا بس هالسراحة واخران زين أوكي علي وسلام عندك سؤال نعم سؤال أي تفضل سب المحاضرة ما ليوتيوب قلت أنا اللي حاخد السي يعني هي أسل أسل رقم واحد ما قلت هنا سي تساوي لو قايل B تساوي أربعة سي على ثلاثة هذه رح تصير معادلة رقم واحد وهذه معادلة رقم اثنيا من أتعوضها آخر شي شرح تستخرج رح تستخرج قيمة سي تساوي كذا زين أربعة سي تساوي ثلاثة مثلا زين انت هنا ما تفيدك السي رح تطلع لك السي ثلاثة انت ما تفيدك السي انت تريد الأي والبي إذا لازم ش تساوي لازم تعوضها هنا حتى تستخرج قيمة B فهنا من تقول C تساوي الحل رح يكون أقصر بخطوة مما تقول B تساوي عش تينكس فصحيح اثنيناتهم زين هس عندنا هنا ضيف آخر وضروري أنا رح بي ورح أجي اختار أيضا فالطالب يلا زين العابدين ويا يا زين العابدين علي محمد نعم استاذ يلا علاوي هس هنا منه الخطار ساذ معادل القطع المكافئ يلا اتفضل فصخ الضيق ساذ نقول واي تربية ساذ هس نقسم على اثنين اقسم على وي تربية وحول الى طاق اثنين يعني صار عندي واي تربية يساوي اثنين عش اكس اختصر خطوة يلا المن يشبه ساذ يشبه هاش تربية ساوي اربعة بي اكس اي ساوي اربعة بي اكس خوش حد شي يعني اي اربعة بي ساوي اثنين عش نعم اذن بي تطلع ثلاثة اذن معناها البي تساوي ثلاثة البي تساوي ثلاثة يعني معناها البؤرة شنو ساذ هو قال القطب عوف القطب بسه هو دا يقول يحسب لي بؤرة المكافئ وبعدين وديها طيها الفلان هس ما طول البي تساوي ثلاثة يعني البؤرة مالكافئ شنو ثلاثة اذن بؤرة ثلاثة صفر هيش ترتيب اريده منكم بالامتحان اذن هنا هذه بؤرة القطع المكافئ زين القطع المكافئ كاتب رسالة هذه اريد السلموها الى منو ثلاثة 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 صفر ثلاثة شنو ثلاثة صفر ثلاثة صفر اذن احد قطبي بؤرة المكافئ اذن هنا رح اقول موجب سالم ثلاثة صفر اذن هذي رح اكتب عليها اذن هذي رح اصير قطبي القطع الناقص زين القطب شاقض منها قيمة منو قيمة ام لا لا القيمة الداخلية شنو احنا الرئيس قيمة اي القطب قيمة ب اذن معناها رح اقول البي تساوي ثلاثة زين لا بأس انه ترشبها زين اذا القطب صاير على محور السينات يعني البؤرتين وين صاير مع القطع الناقص تاذا على الصادات هي والرئيس اذن معناها رح اقول البؤرتين تقع على محور الصادات اذن حسمنا القيمة بي والموقع مالته شكرا اليك زين هس هنا محمد حسين هاشم زين ابو جاسم النسبة بين طول محوره الكبير الى البعد بين بؤرتين كنسبة خمسة على اربعة فسرها اثنين اي على اثنين سي اثنين اي على اثنين سي تساوي خمسة على اربعة اوكي زين طرفين يساوي وسطين يعني ورا ما اختصر اثنين ويا اثنين اش رح يصير عندي اي 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 يساوي خمسة سي اذا اربعة اي تساوي خمسة سي زين اريد استخرج معادلة رقم واحد شي عجبك تقول اي تساوي لو سي تساوي سي تساوي اربعة اي على خمسة السي اسهل يصير اي تساوي ولكن السي اسهل اذا السي تساوي رح يصير اربعة اي على خمسة هذه معادلة رقم واحد هل رقم اثنين حلال مشاكل لا اي شكرا بس السي معلوم اذا اذا هنا لان صارت معادلة بدلالة اثنين وكان ثالث معلوم اللي هو البي اذا هنا رقم اثنين رح تكون حلال مشاكل اللي هو اي تربيع تساوي ب تربيع زائد سي تربيع يلا فضل عوض اي تربيع رح تنزل زين البي تربيع معنا شنو تسعة زين زائد سي تربيع ستعاش اي ستعاش اي تربيع على خمسة وعشرين زين جيد جدا محمد عباس محمد محمد مهدي نعم استاذ زين امبين ضجة محمد مو كلش ضايج استاذ يالله امين ضايج استاذ هذا المقام دا يضوج يالله خلي تروح اضواج اشلون اضرب في خمسة وعشرين اذا انا اضرغ المعادلة لكلها في خمسة وعشرين اش رح اصير خمسة وعشرين ايت يساوي ميتين وخمس وعشرين ميتين وخمس وعشرين نعم زائد 16 ايت احول 16 اي تربيع يعني ايش راح يصير عندي تسع اي تربيع نعم يساوي 225 اي ساوي 225 يعني معناها لا يتربيع جد اي تربيع يساوي 25 اي تربيع يساوي 25 يلا رد للمعادلة راح يصير اكس تربيع الا تسع اكس تربيع رد للقانون إيه ثاني، قلت لك أعتoks يتربية علم CB عملية الجمع إبدالية عملية الجمع إبدالية إذن معناها القانون المعادلة النهائية سيصير X تربيع على البي تربيع اللي هو 9 زائد Y تربيع على 25 يساوي 1 يعني شكرا لك محمد يجوز هذا السؤال إذا ردت أجيبه لكم بالامتحان القادم أقول لك معادلة القطع الذي مركزه نقطة الأصل وأحد قطبه بورة المكافئ والنسبة يعني نفس هذا السؤال هي فراغ ولكن ما رح أجيب لك المعادلة هي المعادلة ما رح أكتبها هي المعادلة رح أكتبها 25 X تربيع زائد 9 Y تربيع عفوا Y تربيع يساوي 225 زيان إنت شون تعرف هذا الجواب الصحيح رح تجي تقسم على 225 رح يطلع لك هذا الجواب وتختار هذا الاختيار إذن اليوم محاضرتنا انتهت شنو الأسئلة اللي عندك علي تفضل استاذ بس شنو الواجب ما المعادلة جاء استاذ الواجب استاذ رح أدزلكم يا علي قروب بس هنا أريد الناقش إذا عدتكم مشاكل في أسئلة الامتحان هس هنا رح أدزلكم بس أغلق هذا الرابط رح أدزلكم رابط جديد الحضور اختياري وما رح نسجلها الحضور اختياري اللي عنده مشاكل في أسئلة الامتحان أنا دزيت لكم الأجوبة اللي عنده مشاكل بأسئلة القطع المكافئة خليه يدخل ويسأل عن هذه المشاكل واللي ما يريد يدخل ويشوف الأجوبة مالته حتى الخطأ يقول افتهمت الخطأ ماتي أو أنا حصلت على درجة كاملة متريد تحضر فأنت مخير في ذلك إذن رح أدزلكم الرابط ورح أدزلكم الواجب على القروب الخاص مالتكم وعلى القروب العام رح أدزع على القروب الخاص شكراً للحضور